اعزائي المشاهدين اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات صحتك في ايدك حلقتنا اليوم حلقة بمشكلة ممكن ان تكون شائعة هذه الايام الا وهي احنا بنسميها باللغة العربية الجنف او باللغة العلمية سكوليوسيز اي اعوجاج في العمود الفكري طبعا هذا الاعوجاج ممكن يعاني منه الناس بشكل عام الاطفال ممكن حتى الرياضيين يعانوا منه فاحنا قبل ما نسهب ونعطي معلومات بهذا الموضوع نروح معكم نشوف التركيب التشريحي للعمود الفكري اللي بحصل فيه هذه المشكلة مشكلة الجنف هلا العمود الفكري نكون عندنا من ثلاثة وثلاثين فكرة لاحظوا من فوق من اول فكرة في السيرفايكا اللي هي الركبة لأسفل فكرة موجودة في اللمبر ولأسفل فكرة موجودة في العصعص كلهن هذول بنعدهن ثلاثة وثلاثين لننوزعهن في عنا سبعة في الركبة ناش في الظهر خمسة في اللمبر القطنية وعننا خمسة في الساكرال ومن ثلاثة لأربعة العجزية يجمعهن بعض بطلعن ثلاثة وثلاثين فكرة ربنا سبحانه وتعالى حط هذه الفكرات موجودة حاملة لاحظوا حاملة الأعضاء العلوية وحاملة الأعضاء السفلية حاملة الشولدر اللي هو الكتاف والإيدين وحاملة كمان الحوض والرجلين لاحظوا أهميتها هلأ كيف هاي لازم تكون في كثير معاناة ناس كثير من شعبنا بعانوا فيها من جراء مشاكل بهذا العمود الفقري هلأ المفروض إنه الرقبة تكون فيها شوية تقعر احنا بنسميه لوردوزز بسبطش تكون مستقيمة كمان الفقرات الظهرية المفروض تكون فيها شوية تحدب والقطنية يكون فيها شوية تقعر كل هذا مشان الصدمات هلأ واحد بيقول طيب شو اللي ماسك الفقرات هدول هذه الفقرات اللي ماسكها مليان حواليها عضلات الناشة قاعدين نسمي بالعضلات لأنها كثيرة في أربطة في أوتار كل هذا ماسك الفقرات مشان ما تتزحزح من محلها هلأ المشكلة اللي بتصير معنا في العمود الفقري شوه الجنف الجنف أو سكوليوسيز عبارة عن انحناء منطقة من العمود الفقري إلى جهة الشمال أو اليمين أي أن العمود الفقري لما ننظر إله أمامي خلفي لازم يكون مستقيم مية في المية إذا أنا رسمت في كلم هيك وطلع عندي إعوجاج معناته في مشكلة في العمود الفقري إذا لما أوقف المريض أمامي وأطلع على ظهره الفقرات هدولة كلهم لازم يكونن تحت بعض مية في المية إذا أي عوجاج إحنا عادة نرسم في كلم ونمشي في الكلام دغري إذا طلع عوجاج في الكلام معناته في عندي مشكلة في العمود الفقري هلأ المشكلة هاي السكوليوسيز أو الانحناء الجانبة في لها عدة أسباب ممكن يكون لها سبب وراسي واحد عمته خالته أبوه أمه عنده هاي المشكلة فممكن يصير عنده انحناء إلى الجم سواء كان اليمين أو الشمال إذا مهم جدا أنه إحنا نعرف أنه العمود الفقري لازم يكون مستقيم ما لازم يكون إعوج لا من على اليمين ولا على الشمال هاي في صورة هاي بتبيننا كيف السكوليوسيز في العمود الفقري لاحظوا من هون نازل مستقيم مبين لحد الفقرة هاي بعدين مبلش يعمل مثلث بهذا الشكل هلأ خليني أحكي أنا الأعراض قبل ما أحكي عن طريقة العلاج الأعراض شو بيصير بالأعراض لما يصير عندنا إحنا سكوليوسيز بيأثر أعزائي المشاهدين أكثر إشي على عملية التنفس لأنه بيصير لف في القصبات الهوائية في الرب كيج كفص الصدري وبيصير يضغط على الرئة الشمال إذا كان زي هيكي لاحظوا كيف من هون صار عندي دوران فبصير يضغط فبصير كمية الأكسجين اللي تدخل كليلة على جسم الإنسان هذا واحد اثنين ممكن يصير عندي آلام في الكتاف يصير عندي آلام بنفس المنطقة يصير عندي آلام تنزل على أسفل الظهر وحتى توصل الرجلين سواء كان من الأمام أو من الخلف في بعض الحالات تخيلوا ممكن منها يصير عنده وجع راس يفكر أنه وجع الراس لأنه في بعض الأعصاب لها علاقة بتغذي جلدة الراس من الخلف فممكن يتألم منها عداكم على أنه ما بيقدر يعمل نشاطات يومية ولا بيقدر يكون في واجباته بيظل منزعج وهكذا إذن هاي كلها أعراض بتخلي صاحبها أنه يصير شبه معاق شبه معاق ما لم يعالج لأنه ما بيقدر يحمل أشياء سكيلي ما بيقدر يقعد فترة طويلة ما بيقدر يوقف عماكنة فترة طويلة فبالتالي لا حتى الشغل المكتبي بنفعه ولا الشغل اللي بيضل واقف فترة طويلة بنفعه من هون لازم يعتني بصحته من البداية هلأ واحد بكل طيب كيف إحنا مننا نعرف أو كيف طريقة العلاج في أعزاء المشاهدين لما الإنسان يخلق بهذه المعضلة أو المشكلة في زاوية بتنكاس الزاوية بتبلش كياسها منأخذ خط من أول بداية الإعوجاج من أول هاي الفقرة اللي بلشت فيها الإعوجاج منأخذ زاوية إحنا ولآخر فقرة موجود فيها اللي هي هاي أوكي منأخذ إحنا خط مستقيم وخط مستقيم الزاوية اللي بتلتقي فيهم هي اللي بتعطينا مدى خطورة الإعوجاج الإعوجاج أو الجنف بيسموه باللغة العربية إذا كانت عشرين تلاثين ممكن تتعالج بعلاج تحفظي أما إذا كانت أربعين وصلت أربعين فما فوق هون بدها عملية جراحية ما بصبت إذن من البداية الإنسان اكتشف حاله لازم يروح على العلاج التحفظي إنه في تمرين أنا راح أورجيكم إياها بالشكل العملي الطريقة أوكي لازم يوخدها يوخد برنامج يروح يستمر في أخذ العلاج هذا خوفا من تفاكم المشكلة وبالتالي اضطرار لخضوع عملية جراحية من هون لازم إحنا نعرف أهمية إنه لازم يروح يوخد علاج تحفظي هل العلاج التحفظي نفترض ما نفع معها على الجراحي بنعمله عملية جراحية بنحط بليتس وسكروز بتثبت مستقيم وطبعا بعد بصير بده تأهيل والتأهيل هذا زيه زي الرباط الصليبي بده ست شهور إذا هو رياضي تا يرجع يمارس الرياضة لكن إذا هو إنسان عادي بيقدر يمارس شغله بعد شهر واحد يعني ما في مشكلة إذن الأهمية قبل نهاية الشك النظري إنه الإنسان لازم مبكرا يكتشف هذه المعضلة ويباشر علاجها التحفظي إن شاء الله ما تتفاكم وتوصل إلى زاوية أكثر من أربعين وما يلزمه جراحة إلى هنا بنكون أعزائي المشاهدين أنهينا الشك النظري يلا معنا نروح نشوف الشك العملي أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في الشك العملي من الإصابة بمشكلة الجنف أو سكوليوسيز أو إعوجاج الكفص الصدري إلى اليمين أو الشمال في عنا نوعين من سكوليوسيز في عنا سي كير وفي عنا أس كير يعني إذا كان الإعوجاج بهذا الشكل لاحظوا هذا احنا بنسميه سي كير إذا كان الإعوجاج للجهة الثانية رأسك خليه مستقل بهذا الشكل بيجي أس كير أوكي هلأ خليني بس شوي أعطي معلومات عن الموضوع لما يكون الإعوجاج لهاي الجهة لاحظوا شو اللي بيصير اللي بيصير عندي مجموعة العضلات اللي من هذه الجهة بيصير فيها قسر تكسر والعضلات اللي من جهة اليمين بيصير فيها بتطول هلأ يوم عن يوم سنة عن سنة بيحاول المريض إنه يعد الحال وبقدرش لأن العضلات اللي موجودات بهذه المنطقة زي الإكستيرنس أبليكاس رومبويداس لاتيسيماس دورسي كوادريتاس لامبورام كله بيصير فيها شورتنينج أوكي فإحنا إذا ما روحناش مبكرا للعلاج التحفظي بصير بعدين عندنا مشكلة إنه العضلات هذول ينعمل فيهن إيطالة وصير عندنا اتزان ويوقف مستقيم أوكي فإحنا في العلاج التحفظي رح أورجيكم من البداية كيف بنعمل إحنا بنحط له طبعا دائما وأبدا هيت إما بنحطه تباك أو بنحط إنفراريد أو بنحط شورت ويف مايكرو ويف أكثر شي على هاي المنطقة اللي فيها شورتنينج فيها كسر أوكي هاي المنطقة بنركز عليها أكثر من هاي لأنه عنده أصلا اللي عوجاج باتجاهها لو كان بالجهة الثانية نفس الشي بنعمل العكس إذن في البداية بنحط زيت على المنطقة أوكي الزيت هذا زيت خس زي ما حكينا بنركز نعمل شوية علاج بالمساج لكل الظهر بهذه الطرائق طبعا المختصين بيعرفوا كيف ينعمل شو الهدف منه أول إشي بعد الحرارة عنا صار زيادة في الدورة الدموية لما يصير زيادة في الدورة الدموية الغذاء والأكسوجين بزيد للمنطقة اثنين بنعمل على تمدد كل الصوفت شو مع المصلز اللي هون بنعمل على تمددها وهذا هدفنا إنه أكثر إشي العضلات اللي موجودة بجهة الشمال يصيرها تمدد مشان نحصل على اتزان عضلي بدي أقول لكم معلومة مهمة جدا إذا في جسم الإنسان أي منطقة في مشكلة في أي عضلة أو أي وطر أو أي لجامنت أو أي عظمة ممكن يصير عنا عدم اتزان في العضلة بالتالي إذا خلناها لبعدين ومعالجناها مبكرا ممكن يصير عنا إعاقة دائم أوكي إذن بلشنا في هذا الإشي من هون نقعد تقريبا من سبعة إلى عشر دكائق مش أكثر للمنطقة هاي زي ما حكيت لكم مشان إحنا نعملها ستريتشينج أوكي لما نخلص من هون وهو بنفس الوضعية بنكله خد نفس عميك بالزبط زي حرف نوخذ من أنفنا ومنطلق حرف إف زي هي أو 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 إت ثلاث أحرف هذولا متعارف عليهم في عملية التنفس إنه منوخذ من الأنف وإحنا طالعين مشان أعرف كديش الفترة إني أخرج ثقاني أكسيد الكربون من الرئتين يا بس تخدم هذا الحرف يا هذا الحرف يا هذا الحرف هلأ عملية التنفس مهمة جدا بتزيدنا الأكسوجين في جسم الإنسان كمان بنفس الوقت بتعمل على إطالة القفص الصدري العضلات اللي حواليه منها الجهة لأن هن فيهن شورتنينج فيهن كسر نفس كمان يلا خل نفس وهو نازل أنا بضغط يلا شان نعمل استريتشنج كثير كمان يا إيبا هيك أول طريقة أو أول طريقة بنعالجه فيها علاج تحفظي طبعا الجلسة لها مهمة جدا كيف يقعد كيف يوقف كيف يتعامل مع جسمه في النشاطاته اليومية أنا هلأ بعد ما خلصنا هذه الطريقة بدي أورجيكم خمس تمارين مهمة جدا هاي الخمس تمارين ل الكوريكشن أوفر تيبرال كولوم إنه نعمل على تصحيح العمود الفقري وزي ما حكيت لكم هذه لازم نيجي بوقت مبكر مش الواحد هو عنده الزاوية صارت ثلاثين وأربعين بدي يجي يعمل لي هذا العمل ما بزبطش ممكن يعمل له مشاكل وممكن تضغط الفقرة على العصب ويصير عنا نوع من أنواع الشلل لا سمح الله أوكي هلأ بدي إياك توقف طلع هلأ بما إنه بما إنه نفترض لف إنه عنده الإنحناء لجهتي أنا هون هيك هلأ أنا بدي أخلي المنطقة هاي اللي هون تيجي على الرول هذا ويعمل تمارين عليها انزل تعال محمد انزل لا هيك لف حالك انزل على الأرض دقعد على الأرض أيها لف حالك على جنبك وخلي هاي المنطقة هون ورأسك وهذا برا هلأ شو هنا بنسوي إحنا لاحظوا إنه هاي المنطقة كلها صار فيها ستريتشينج إحنا عمالنا بنعمل فيها عملية مط أوكي وعملية كوريكشن بالفيرتبرال كولوم العمود الفقري بنصحح فيه هذه مهمة جدا يكون فيه رول عندنا زي هاد شوية جامد ونعمل هذا التمرين هذا التمرين مش أكل من سبع دكايك بنعمل هيك هلأ أعطيني إيدك هاي وهو هيك إثني هاي لجا هاي وهيك خلو وهيك بده يثني إيده هاي كديش بيقدر لغا هاي هاي واحد عد ارجع لعندي اثنين خليك مستقيم هاي يا ثلاث هذا تمرين مهم جدا هذا بعمل على استقامة العمود الفقري إذا عرفنا كيف نستخدمه مع مرضى سكوليوسيز أو مرضى الجنف كمان هاي خمسة هاي ستة بنعمل يعني عشر مرات وبنريح خلصنا من هذا هلا أنا بخليه يمد إيده وبحاول أنا أضغط كمان معه مشان أنا أعمل ستريتشينج باسي بستريتشينج يعني أنا اللي بعمله يا مشان أعمل إطالي واستقامي قدر الإمكان بالعمود الفقري طبعا هاي تستمر برضو كم دكيكة خليك زي ما أنت جيب لك الأثقال يعني أثقال معينة امسك في إيدك امسك هاي نفس التمرين الأول بنعطيه أوزان هاي شوي شوي يعملها إذا تعب من ريحه بنرد نرجعه على المنطقة التمرين مهم جدا من ناحية تصحيح العمود الفقري نعمل كمان هلا اعمل وخليك غاد أيوة عد للعشرة واحد اثنين ثلاث اربع خمس شتي سبعة تمانية تسعة عشرة ارجع كمان مرة هدول اهم خطوة في العلاج اذا استمر عليهم المريض رح يصير عنده تحسن ملاحظ اذا ما استمر عليهم ما بنفع يعني لو يأخذ كل دواء الدنيا كل دواء الدنيا عالفاضة من غير التمرين هاي الدواء ما بصحح يلا هلأ بدي اعطيني هاي في عنا اخرى تمرين اركع اما اللي هيك شايف بهذا الشكل طلعا بس الكفص الصدري بتنفسه بارفعه هاي المنطقة اللي بترفع هايوة حاول ارفعها هايوة هاي نزل ممتاز هايوة ارفع شان نقول عضلات اللي موجودة حوالين العمود الفقري كلهم هايوة بهذا الشكل كل هين بدو يسويهن في البيت الصبح الظهر العصر المغرب هلأ في عنا كمان تمرين رج ايدك هاي شوي لورا هات ايدك هذيك هون فوق هاي ايوة بما انه حكينا انه احنا بدنا نعمل ايطالي لهاي المنطقة الشمال اللي هو فيها شورتنين كسر بجيب ايدي لهاي طلعوا شو عملت انا عملت ايطالي اوكي عملنا ايطالي في المنطقة هاي وبصير انزل واطلع خذ نفس زي هاي ايوة طبعا زي ما حكينا هذا بنعمله عدة مرات هلأ في عنا تمرين اللي قبل الاخير ايدي بهذا الشكل بمشي فيها كدام كديش بقدر باستنى شوي بعدين برجع شوي شوي الهدف منها اطالة المنطقة اللي موجود فيها امشي امشي لكدام بدك تشعر انه هون في شد ايوة بس خليك هيك ممتاز هذا الشكل ممتاز ارجع شوي شوي ما بصير نرجع فجأة لانه ممكن يصير عنا شد عضلة ايوة كمان شاعر من هون انه في اطالة ممتاز ارجع شوي شوي هلأ اوقف في انه تمرين منه لحاله طلع كيف انا واقف هون بما انه انا الانحناء عندي عالشمال بدي احاول انزل كديش بقدر على اليمين مع رفع ايدي الثانية ايوة ممتاز خليك شوي عد للعشرة وانت هي سابعة ثمانية تسعة عشرة ممتاز ارجع كمان مرة خليك دائما مستقيم يعني ما تتعوجش حالة اي اثنين ثلاث اربع خمس ست سبعة تمانية تسعة عشرة ممتاز بنقدر احنا نمسكو كمان هاي هو هاي مع التمرين يلا وزن خليها مستقيمة هاي ست تمانية تسعة عشرة بنعمل هين عشر مرات خمستاشر مرات قديش بتحمل المريض هلأ في هون عنا احنا بنوقف على حيات تمرين وبنرفع ايد ايد بنوصل هاي لهون بس هاي بنصير نزيد فيها اكثر من هاي ليش مشان ايش مشان يصير هون يلا كدم 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 هاي و بس خليك هيك عد للعشرة هذول اهم خطوة في علاج اسكوليوس كبل درجة اربعين يعني كبل ما نوصل درجة اربعين اذا وصلنا اربعين فما فوق زاوية الانحنا معنات وبدها جراحة لكن من اربعين وتحت هذه التمرين اللي شفتوها تمرين مهم جدا جزء منها مني شخصيا وجزء منها من مصادر اجنبية لان لاني حاولت ابحث المصادر العربية مالكيت تقريبا تمرين الها علاقة بهذا المرض لكن انا اثريتها ببعض التمرين من عندي انا اطلع كمان هذا مهم جدا واهم اشي اني اظل ايوان واقف زا هيك خذ نفس مع طبعا الواقف مع النفس ناخذ نفس عميق من انفنا ونطلع اف من ثمنا ايوان خليني اشعر انا في صدرك بطلع وبنزل مهم جدا طبعا هلأ اعزائي المشاهدين كمان في شغلة اريد ان انوه الها انو في عندنا احنا اشي بنسميه كورسيت يعني حزام الحزام هذا بتفصل تفصيل حسب طول المريض حسب نصاحة او سمنة المريض الحزام هذا بيكون له سابورت من هاي الجهة من جهة الامالي بحيث انو ما يخلي يميل بزيادة عند ما يكتشف فهذا الثاني مهم جدا انو الانسان اللي عنده هاي المشكلة لازم يوجد يشتري الحزام هذا ويلبسه موجود في المراكز الطبية طبعا انا اريد انوه لا احبائنا الاطفال وغير الاطفال انو ما يستخدموا الكمبيوتر فترة طويلة ما يستخدموا البليفونات فترة طويلة لانو الاوضاع اللي انا بشوفها بيقعدوا فيها فترة طويلة المشكلة انو فترة طويلة لو انو بصير فيه تغيير للأوضاع انو هذا يقعد شوي هيك وشوي ميل حاله وشوي لف حاله ما في مشكلة لكن انا اضل ساعتين وثلاث بهذا بهذه الوضعية هاي ممكن تعمل اعوجاج بالعمود الفقري طبعا اعوجاج العمود الفقري فيه اشياء كثيرة ممكن انها تحصل اوكي ممكن يحصل هذه المشكلة ممكن يحصل عندنا بداية دسك ممكن يحصل عندنا تشنج عضلات او تمزق في العضلات وممكن يحصل عندنا حتى في الرأس فمهم جدا هذا الحك واحد طفل بقول لك شو يعني من نايم انت نايم وامل هيك هذه وضعية خطيرة جدا بتأثر على العمود الفقري وعلميا طبعا العمود الفقري فيه الوضعية السليمة اننا نظلنا محافظين عليه باستقام ملاحظة الى هنا عزائي المشاهدين بنكون انهينا الشك العملي القادمة وإلى اللقاء